عيد أضحى خامس يحل على اليمنيين منذ انقلاب الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 ولا جديد يمكن الحديث عنه سوى أن ظروف النازل معيشية من سيء لأسوأ يأتي العيد وأعداد العاجزين عن مواجهة احتياجاته في تزايد تماما كما الأسعار التي ترتفع ولا تنزل يأتي العيد وأحوال الناس قد تبدلت نتيجة سوء أوضاعهم المادية والنفسية والمعيشية يأتي وبعض الأسر قد استبدى بها الواجع فهي بين قتيل وجريح أو معاق ونازح الأسواق شبو خالية تقريبا والمحل لم تعد تكتظ بالمشترين الناس تبدلت اهتماماتهم وأولوياتهم لم تعد ملابس العيد المطلب الأول عند الكثير خصوصا الأشد فقرا ولا لحمة العيد التي صارت ضربا من الأحلام خصوصا في ظل غياب مئات الجمعيات الخيرية التي كانت تشتهد بشكل موسمي في توفير كسوة العيد ولحمته للمحتاجين بات الطموح ينحصر في محاولة تأمين الاستقرار النفسي والمعيشي ولو في حدوده الدنيا وباستمرار الحرب وتداعياتها تمر الشهور ويأتي العيد ويتجدد السؤال المعتاد عيد بأي حال هتا يعيد